في الحقيقة العمل لبناء الجمهورية الجديدة لا يتوقف احنا بنشهد إنجاز حقيقي في قطاعات مختلفة ولو هنتكلم بالتحديد على قطاع الطرق والمحاور فاحنا كلنا لمسين على أرض الواقع الإنجاز والطفرة الكبيرة اللي حصلت مبارح سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجهات بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال في شبكة الطرق بالدلتة خلال العام القادم وده عشان الطرق دي بتعتبر شرايين التنمية وبتغدم المواطنين وأهلين في المحافظات والمدن والقرى المحيطة كمان بتساهم في عملية التنمية وتسهيل حركة التجارة وربط التجمعات العمرانية والصناعية والزراعية كمان بتتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري خلونا نعرف تفاصيل أكتر نرحب معانا بصدفنا النهاردة الموجود في الستوديو الدكتور محمد الصادق أستاذ الطرق والمرور بجامعة حلوان واستشاري الطرق الدولي أهلا وسهلا بحضرتك صباح الخير عليك أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين أهلا بحضرتك دكتور يعني زي ما قلنا في المقدمة أنه تفرحة إيا شهدها القطاع الطرق والمحاور بالتحديد عايزين نعرف أهمية يمكن توجيهات السيد الرئيس بالانتهاء من كافة التطوير اللي بتتم في الطرق والمحاور بالذات طبعا في منطقة الدلتا بالتفصيل هو بداية قطاع النقل الحقيقة كان محظوظ جدا خلال السبع أو ثمان سنوات اللي فاته أنه كان واخد أكبر اهتمام من القيادة السياسية وبالتالي شهد طفرة الحقيقة غير مسبوقة وخلى ترتيب مصر قفز من 118 إلى 28 على مستوى العالم بقفز 90 مركز وسبقنا دول يمكن كانت متقدمة أكتر مننا من ضمنها على سبيل المثال إيطاليا مثلا دولة من الدول الكبيرة بالنسبة لشبكة الطرق والنقل اللي على مستوى الجمهورية الحقيقة الاهتمام من القيادة السياسية كان في جميع المحافظات سواء في الوجه الإبلي أو في الوجه البحري أيضا في المحافظات النائية في الوادي الجديد وفي سينة مع ربط سينة بالوادي والدلتا من خلال أنفاق أسفل قناة السويس زي ما تكلمنا قبل كده في حاجات زي كده النهاردة الحقيقة بنتكلم على الاهتمام اللي بتوليها القيادة السياسية إلى الطرق في الدلتا الدلتا جزء مهم جدا من مصر والدلتا الحقيقة بتتميز بكسافة السكانية العالية في عدد سكان كبير جدا في الدلتا بالمقارنة بمحافظات السعيد والوحاية وسينة طبعا في الدلتا في شبكة طرق موجودة حاليا بتقام وبتنشأ في تطوير وفي ازدواج وفي محاور جديدة ممكن نتكلم عنها باختصار للوقت الحقيقة البداية لازم نتكلم على الطريق الاقليمي اللي هو الدائر الاقليمي اللي طوله حوالي 400 كيلو اللي ساعة لما تم انشاءه من حوالي خمس سنوات يمكن اتكلمنا وقلنا ان الطريق الاقليمي ده حيخدم معظم محافظات مصر وكان يمكن السادة المواطنين مقالنوش متخيلين ازاي الدائر الاقليمي ده حيخدم كل محافظات مصر قلنا نتكلم على المدن اللي موجودة في الدلتا الطريق الدائر الاقليمي ده عمل فيها ايه على سبيل المثال النهاردة مثلا جاري انشاء وصلات من الدائر الاقليمي لربط المدن في شرق الدلتا على سبيل المثال وصلة لربط مدينة مينيا الأمح في الجانب الآخر في غرب الدلتا في نطاق محافظة المنوفية هناك وصلات لربط الباجور وشبين الكوم وأيضا وصلة أخرى لربط مدينة سرس الليان وصلة أخرى لربط مدينة الباجور وصلة لربط مدينة الخططبة دي كلها وصلات من الدعاب الإقليمي لخدمة محافظات الدلتا لو اتكلمنا على المحور شرق الدلتا الجديد اللي يعتبر أهم محور حاليا جاري تنفيذه في دلتا مصر هذا المحور بيربط ما بين مدينة الزقزيق والسيمبلوين والمنصورة ويمتد إلى دميات الجديدة ويمتد إلى المنصورة الجديدة وجمسة على الدول الساحلي وجاري إنشاءه على وشك الانتهاء هذا المحور هيخدم مدن شرق الدلتا بما فيها طبعا المنصورة وجميع مدن محافظة الدقاهلية ويربطها كمان مع الدول الساحلي عند جبصة وعند مدينة المنصورة الجديدة هذا المحور يعتبر امتداد للطريق اللي بيبدأ من مدينة السلام بيربط هذا يا دكتور الظاهير الصحراوي لهذه المحافظات بيعمل ايه؟ بيربط الظاهير الصحراوي أيضا لهذه المحافظة بيعمل على تمامية الظاهير الصحراوي أيضا لهذه المدن طبعا بشكل كبير هذا المحور امتداد للطريق من مدينة السلام إلى بلبيس إلى الزقذيق طبعا كان موجود طريق أصلا من الزقذيق للمنصورة ولازال موجود ولكن المحور اللي بتكلم عنه يمكن أهالي الشرقية يعرفوه كويس البنطقة اللي في الزقذيق دي جنب موقف المنصورة الطريق أخذ جنب الشمال وحاليا قرر بيخلص تلت حرات في كل اتجاه خلينا أقول أن الطريق ده طريق حر سرعته هتعدي 120 كم في الساعة عليه أعمال صناعية أنفاء وكباري وأعمال صناعية لتقاطعات الترع والمصارف كتيرة ما فيش فيه أي إشارات ضوئية طبعا لأنه طريق حر وحيقدر أن يوصل مثلا من الزقذيق إلى المنصورة في أقل من نصف ساعة وبعد كده هيربطها بالدول الساحلي في أقل برضه من نصف ساعة المسافة الأديبة كانت أدي يعني هل بتكلم الطريق الجديد في نصف ساعة نحن يهينا نقول أهمية هذه الطرق للمواطن خليني باختصار عشان السادة المشاهدين يقدروا يفهموها بسهولة أنه هيوفر لك على الأخال لنصف الوقت يعني لو كنت بتقطع من الزقذيق للمنصورة في ساعة ممكن تقطع على الطريق دوت في نصف ساعة لأن الطريق الأديم الحالي اللي شغال دلوقتي هو زحمة الحية خصوصا في المنطقة اللي هي المخرج من مدينة الزقذيق غير أنه زحمة كمان كفاءة الطرق الجديدة تخلي الطريق ممهد بطريقة كبيرة أوين الناس تخذ سعلا علشان كده قلت أنه سرعيته توصل لمية وعشرين كيلو في الساعة الطريق القديم ما كانش ميكمل تمانين كيلو في الساعة فطبعا ده هيوفر الحقيقة وقت كتير وخلينا أقول هيوفر وقت بالنسبة للمواطن يعني هيوفر فيه التكلفة هيوفر في استهلاك الوقود هيقلل من التلوث البيئي هيوفر من استهلاك طبعا قطع الغيار بالنسبة للسيارة وحيقلل من تكلفة نقل البضائع تكلفة نقل البضائع هي عنصر أساسي في تكلفة السلعة الأساسية لو قدرت أن أنا أقلل من تكلفة النقل فأنا بالتالي أقلل من تكلفة السلعة عايز أتكلم برضو عن محور في منتهى الأهمية اللي بيربط بين الطريق مصر إسكندرية الصحراوي والزراعي من عند مدينة السادات يصل إلى شبين الكوم ثم مدينة قوسنا في المنوفية المحور ده في منتهى الأهمية ليه؟ لأن مدينة السادات تعتبر مدينة صناعية ويوجد بها مصانع كتير جدا بتعتمد على الإنتاج الزراعي والإنتاج الزراعي معظمه بيجي من اتجاه محافظة المنوفية ومحافظات شرق الدلتة فالمحور ده الحقيقة قدر أنه هو يربط مدينة المنوفية ممثلة فيه شبين الكوم وإوسنا ويوديها لغاية مدينة السادات في المنطقة اللي هي طريق مصر إسكندرية الصحراوي اللي عند منطقة اللي بيسموها مصر أو منطقة البرجات المنطقة دي طبعا في نطاق مدينة السادات الجديدة اللي فيها منطقة صناعية كبيرة تقدر أنها تعمل صناعات غزائية على هذه المنطقات أنا عاوز أقول الحقيقة هنا بمناسبة الحديث عن هذا المحور تحديدا لأن أنا واحد من مرتادي هذا المحور أنا من المنوفية فالطريق التقليدي اللي كنا بروحه من سكان أكتوبر للمنوفية كان بياخد مني مدة لا تقل عن ساعتين ساعتين وشوية من أكتوبر علشان أروح المنوفية من طريق الزراعي لكن النهاردة أصبح المحور ده من الطريق مصر إسكندرية الصحراوي للمحور اللي حقيقة بتتحدث عنه طريق ما بياخدش ساعة لربع دائرة طبعا وبيعدي النيل أهلك الطرق دي بتعد شرايين تنمية حقيقية للمدن والمحافظات والقرى لأن السيد الرئيس وجه بسرعة إنهائها خلال عام أيضا هناك طريق بنها أجا المنصورة احنا طبعا بالنسبة لو رجعنا للطريق الزراعي مصر إسكندرية القديم اللي احنا بدأنا نعمل بدائل له من ضمنها طريق شمراء بنها الحر النهاردة وصلنا لغاية بنها طيب من بنها للمنصورة بيمر كمان بمدينة أجا هناك محور آخر كل ده لتدعيم شبكة الطرق في الدلتا طبعا توجهات السيد الرئيس عم فتاح السيسي إمبارح لكل الأجهزة التنفيذية بسرعة الانتهاء من هذه الشبكة في خلال عام أو خلال العام القادم هو طبعا ده حجم إنجاز يعتبر كبير جدا علشان ينتهي في سنة هو وشيء مش سهل هو وشيء صعب يعني بيحتاج طبعا لجهود كبيرة جدا من كل أجهزة الدولة المعنية ويحتاج طبعا تدفر وتعاون من كل الأستاذ المشاهدين ولكن هو شيء مش جديد على المصوريين المصوريين أنجزوا حاجات أكبر من كده وأهم من كده وإن شاء الله نتوقع بإذن الله خلال العام القادم هتكون شبكة الطرق في الدلتا اكتملت بشكل جيد يعني إحنا ساعات كتير بنحب بنفهم أكتر يعني سبب إنشاء هذه الشبكات من الطرق يعني قد إيها تساهم لو هنتكلم في مضيات الدلتا بالزيت قد إيها تساهم في تسهيل حركة التجارة لو قلنا وربط المجتمعات العمرانية ببعض على البعض هو خلينا أقول لحركتك طبعا ربط المدن والمحافظات ببعض زي ما بنقول بيقلل التكلفة وبيقلل الوقت خليني كمان أركز على حدة إنعكاس هذه المشروعات على حياة المواطن في المدن وفي القرى كمان في القرى ضمن مبادرة الحياة كريمة اللي أطلقها سيادة رئيس من سنتين والنهاردة هي شغالة في المرحلة التانية حياة كريمة طبعا لتطوير جميع قرى الريف المصري طبعا أنا النهاردة لما أعمل وصلات توصلني بالطريق الدائر الإقليمي لربط معظم مدن الدلتا ده معناه ده معناه أنه ده أيضا المواطن اللي في القرى حيقدر أنه هو يوصل من خلال نفس الوصلة إلى الدائر الإقليمي ما أهمية وصول المواطن بسهولة للدائر الإقليمي إيه أهمية ده أنا عامين نتكلم على الدائر الإقليمي وأهميته ولكن المشاهد محتاج برضه يعرف يعني أنا رحت الدائر الإقليمي وبعدين عملت إيه الدائر الإقليمي ده الحياة يقدر أنه هو يربط المواطن يجيبه مثلا من القوس الشمالي أنا بتكلم على القوس الشمالي اللي هو نطاق محافظة المنفية والشرعية اللي أنا أتكلم عنهم يقدر أن هو يودي القوس الشرقي ويربطه بالسويس الإسماعيلية برسعيد ومنتهى السهولة يقدر يودي القوس الغربي ويربطه بسكندرية بسهولة يقدر يودي القوس الجنوبي لو وصل القوس الجنوبي ده اللي هي المنطقة اللي هي بعد حلوان يقدر يمسك طريق السعيد سواء شرق النيل أو غرب النيل يأخذ بقى طريقه للمينيا عصيوت سوهاج لغاية ما يوصل لأسوان للسعيد بسهولة أنا أتكلم عن أنه ما كانش هدفه القاهرة ومش عاوز يدخل القاهرة وده الشيء في حد ذاته كويس أننا لما أكون في الدلتا وهدفي أوصل الصعيد أو العكس مش لازم أدخل القاهرة لو دخلت القاهرة هعمل فعلا تكدس وازدحام بدون داعي لكن من خلال الإقليمي أقدر أن أنا أوصل لطريق الصعيد وأوصل الصعيد أي محافظة نعاوزها أو أي مدينة أو أي قرية أيضا ممكن أروح لمنطقة الشرقية أوصل السويس والإسماعيلية وبرسعيد بسهولة أنا النهاردة بوضح للمشاهد إيه هو أهمية الطريق الإقليمي وإيه أهميته إيه في حياة مدن الدلتا وأيضا قرى الدلتا ضمن مبادرة حياة كريمة لتأهيل طبعا جميع القرى وتحسين مهلات المحلات السيد الرئيس بيتابع إنشاء المحاور المهمة بشكل يومي ما فيش حاجة بتغيب عنه أبدا صحيح أيضا معالي الفريق كامل وزيره وزير النقل بيتابع كل طريق بيتم إنشاءه في مصر وأيضا جميع وسائل النقل بشكل عام مش مجرد طرق أسفلته بس جميع وسائل النقل ما فيها الساكة الحديدية التقليدية والساكة الحديدية الصديقة للبيئة اللي تشتغل بالكهرباء الحقيقة فيه متابعة جيدة جدا لكل أعمال مشروعات النقل اللي بتم على أرض مصر يعني ويمكن زي معالي بسانته السيد الرئيس سنة محمودة في فكرة الجوالات التفقدية اللي بتحصل تقريبا كل يوم جمعة علشان يطمئن على مجردات العمل وكان دايما يعني بيلفت نظري مش عارف حقيقة بتتبع للأمر ده ازاي بسؤال السيد الرئيس انتم اللي موجودين في المشروع تمام قولونا تخططنا للمشروع ده هل في حاجة ممكن نحقق منها استفادة أو نحقق الاستفادة العظمى من المشروع ده ولا احنا كده وصلين للأعلى حاجة ممكن تتعمل شايف دي رسالة في حد ذاتها لما ده يعني سيادة رئيس الجمهورية أو فخامة رئيس الجمهورية يتحدث مع مهندس يعني ويستمع وينصط لي يعني ما يمكن ان يتم في هذا الطريق لرفع كفاءته بشكل اكبر بتشوف الرسالة دي ازاي هو سيادتك تحدثت عن سنة حميدة أو تقليد جيد يتمثل فيه متابعة فخامة الرئيس لجميع المشروعات اللي بتتم على الارض مصر خلينا نوه ان المتابعة دي ليست قاصرة على القاهرة فقط يعني هي الحياة القاهرة الكبرى من ضمن الاهتمامات الاساسية وايضا جميع الطرق اللي بتتم على الارض مصر المتابعة بتتم سواء بزيارات ميدانية بشكل دائم أو من خلال المتابعة بالوسائل الاخرى الاجتماعات والفيديو كونفرنس وحاجات كتيرة جدا وسائل للمتابعة لا ودائما كمان بيستغل السياد الرئيس وجوده يعني اصوان مثلا نزل وتفقد الطرق اللي كانت موجودة يعني اي مناسبة هو موجود في محافظة لازي بيشوف اللي بيحصل للطرق هناك اي على الارض مؤكد طبعا مؤكد طبعا اجعل حتة اللي حضرتك اصرتها اللي هي حديث فخامة الرئيس مع جميع المهندسين والقائمين على العمل في الموقع حرص الرئيس على الحديث مع القائمين على العمل او المهندسين المنط بهم انشاء هذا المشروع هو طبعا هو بيستطلع اراء المهندس اللي جوه الملعب اللي جوه المشروع اللي بينفس بنفسه اللي بينفس بايده تنفيذي بيشوف احساسه ايه وافكاره ايه تجاه هذا المشروع اللي بينفسه وهل ممكن يكون فيه نوع من انواع التحسين هل نوع من انواع الاضافة هل اي فكرة اخرى جديدة ممكن تطلع من المهندس اللي جوه الموقع احيانا بيطلع من المهندس اللي جوه الموقع افكار جيدة ممكن تأخذ في الاعتبار في مشروعات قادمة ممكن توحي بفكرة اخرى بمحور تاني بواصلة اخرى ممكن تساعد على استكمال جودة وكفاءة وفاعلية هذا المشروع يمكن من أهمية كمان إنشاء الطرق الجديدة أننا كنا بنعاني من نمك النسب للحوادث عالية جدا في مصر فالنهار ده بنقدر نقول إن النسب دي بالفعل قلت جدا جدا فهل الطرق دي كمان نقدر نحد من الحوادث دي وتحصل أخطاء بسيطة قوي منها الحقيقة طبعا أسباب الحوادث منها طبعا السائق ومنها السيارة نفسها ومنها الطريق وعمل بيئية الحقيقة دي بدنا نسيطر بنسبة كبيرة جدا جدا عن أسباب الحوادث المتعلقة بجودة الطريق بجودة التصميم والتنفيذ للطريق دي بدنا نسيطر عليها بشكل كبير وبالتالي في طريقنا للسيطرة أيضا على الأسباب اللي بتيجي من السيارة طبعا النهاردة فيه إحلال لمعظم السيارات القديمة دخلنا بقى فيه العامل الأساسي اللي هو السائق السائق برضو إلى حد ما أصبح فيه نوع من الوعي فسباب الحوادث نحن كده بنحاول نسيطر على أجزاء كبيرة منها نسب الحوادث الحقيقة من سنة 2017 إلى الآن هي قلت فعلا بشكل كبير وتقترب إلى 50% بالإضافة إلى عدد المصابين وعدد الوفيات من ناتج هذه الحوادث هما بالفعل في تعليل بشكل سنوي بشكل دائم وصلنا فعلا لأكثر من 40% تخفيض في أعداد المصابين والوفيات من حوادث السائرات دكتور خلينا أسأل حضرتك يعني دايما تحديدا لما أجي أعمل البنية الأساسية من شبكات طرق من كباري وما خلافها لتسهيل حركة الانسيابية المرورية في المقام الأول ويمكن الحديث اللي حضرتك يعني ذكرته ده بيأكد أدئي فيه تكامل وترابط ما بين المحاور دي تجاريا واقتصاديا وصناعيا وزراعيا كلها في المقام الأول أو في الأول والأخير بتصب فيها الجانب الاقتصادي المواطن وإزاي اللي هو يحقق استفادة قصوى منها ووصل السلعة والزراعات بشكل سلس ما بين المحافظات وبعضها البعض ويأة المصانع لكن خليني أسأل حضرتك إزاي أحافظ على جودة هذا الطريق الدور بقى الملقى على عاطق المواطن السائق المحافظة على جودة الطريق الحقيقي هو يعني مسؤولية مشتركة ما بين الجهاز الحكومي وبين المواطن الجهاز الحكومي مسؤول عن المحافظة بعمل برامج للصيانة دائمة وتنفذها بصرامة وشدة ودقة مطلوبة أيضا المواطن مطلوب منه المحافظة على جودة الطريق اللي الدولة دفعت فيه مبالغ طائلة من أجل راحت هذا المواطن فالمواطن بيحافظ على البنية الأساسية اللي هي ملكه فرض أن المواطن يحافظ عليها ويحس بكده أيضا إحنا محتاجين التوعية الإعلامية التوعية طبعا تتوجه إلى المواطن مش للأجهزة أجهزة الدولة هي عارفة كويس مسؤوليتها ولكن المواطن محتاج يعرف أن الطريق ده هو ملكه محتاج الحاجة التانية بهذه المناسبة وسائل المواصلات بما أننا بنتكلم عن وسائل نقل بشكل عام بنتكلم على النهاردة أصبح فيه عندنا كطار كهربائي خفيف حيب عندنا قريب كطار هاي سبيد سريع عندنا وسائل مواصلات تخليدية وسائل مواصلات جديدة صديقة للبيئة المواطن محتاج أن يحافظ على هذه البنية الأساسية لأنها تكلفت فعلا مبالغ كبير جدا ومن مصلحاتنا كلنا أننا نحافظ على البنية دي حتى نهدرش الموارد بتاعت بلدنا نحن نشد الحاجة لكل إرش بالدفع النهاردة في هذه الشبكة أكيد كل شكرا لك الدكتور محمد الصديق أستاذ الطرق والمرور بجامعة حلوان واستشاري الطرق الدولية كل شكرا لك على وجودك معنا شكرا لك يا دكتور نورد شكرا